السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة بنحلم مع بعض على الدرس الاول والتاني ويصال الله على الحبيب عليه السلام والسلام وتغط لايك لو انت لست لايك ويفعل زر الجراش كل ده بيساعدنا المحتوى بتاعنا يبدأ تنشر تبدأ الناس تعرفوا لو عندك اي سؤال الاستفسار سيبوه تحت في التعليقات ان شاء الله ارد علي بنفسي اول سؤال معي صفحة 13 ارجو لي نوع من الهوليدي الاجازة مش بيتلف the natural environment يعني مش بيتلف البيئة الطبيعية ايه هو يا جماعة الاجازة دي اسمها السياحة البيئية ايكو توريزم ايكو سيستم دي معناها النظام البيئي غلط conservation دي معناها الصيانة غلط impact معناها التأثير او يؤثر غلط رقم اتنين نقط معناها اندينجر في خطر من الاختفاء forever للابد ده جماعة بيكون ايه اللي هو الاندينجر اللي هو معرض للخطر بيختفي ممكن يختفي للابد ده تعرفها crowded مزدحم غلط لين يتكئ او ينحني غلط dangerous معناها خطير غلط السؤال الى بعد رقم 3 بيقول لي تلاتة things الاشياء اللي that are used بتستخدم for making or doing تستخدم علشان تعمل او تصنع شيء ما بتكون ايه بتكون اسمها materials اللي هي المواد الخام رقم دي award is جوايز غلط opportunities فرص غلط weeds معناها عشاب غلط اربعة نقط is protection بيكون الحماية of natural life من الحياة الطبيعية دي اسمها طبعا اللي هو ايه اللي هو الحفاظ او الصيانة conservation اللي هي الاولى reservation معناها حجز غلط organization معناها منظمة غلط transportation معناها النقل اللي هو دي غلط برضو خمسة نقط is someone شخص ما who work is شغال to protect علشان يحمل animals الحيوانات plants نباتات etc الاخ or to protect علشان يحمل all buildings المباني القديمة ده يا جماعة اسمه ايه اللي هو الشخص اللي هو الحامل البيئة او محافظين على البيئة اللي هي conservationist اللي هي رقم دي pharmacist معناها صيدالي غلط physiaster معناها اللي هو طبيب علاج طبيعي غلط ecotourist معناها سايح صديق للبيئة غلط ستة a or not is the effect التأثير that an action اللي بيحصل or person او الشخص اللي هاز on someone على شخص ما او something شيء ما ده يا جمال اللي اسمه يؤثر او تأثير وال impact advance معناها مميزات غلط lattice معناها الخاص غلط loot يتحمل غلط سبعة pollution التلاوث has some bad effects عنده بعض التأثيرات السيئة on the balance على التوازن of our a على البيئة الطبيعية بتاعتنا على ال eco system ecotourism الساحة البيئة ايكونوم اختصاد غلط ecology علم البيئة اي 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 اكولوجيا عن علم البيئة رقم طبعا يقولك لو انت نفخت باللونة كده بالمية it will not up هت انتفخ سولب trick يعنى يمشي غلط isolate في اجريد الغلط avoid يتغنب غلط ممكن ينقرد قريب يبقى حيوان معرض للانقراض أو الخطر يبقى اندينجورد رقم بيم غلط غير دقيق غلط معناه وابق غلط عشرة نحن نستخدم نقاط مواد عشان نحافظ على الحاجات المحيطة نستخدم مواد صديقة للبيئة انفيرومنتالي فرندلي رقم c انفيرومنت معناها بيئة غلط انفيرومنتال بيئي غلط انفيرومنتالست عفوا معناها اللي هو الشخص اللي هو خبير بيئي طبعا ده غلط احداشر ازا كومولو دراجون تنين الكمودو نقاط اندونيزيا في اندونيزيا it doesn't live ما بيعيش in anywhere else في اي مكان غلط بيكون موجود هناك ومش بيعيش في اي مكان تاني ايبا بيكون حيوان ايه جماعة حيوان نادر يونيك يونيك يعني حيوان نادر فمليار مألوف او معروف غلط كومون شائع غلط يجول معتاد غلط اتناشر هيبا want to be هيبا عايزة تكون ايه to protect عشان تحمل animals الحيوانات and plants ونباتات عايزة تكون من حماية البيئة conservationist معناها من حماية البيئة tourist سيح غلط capitalist معناها رأسمالي غلط extremist غلط ودي معناها معزول عصدي عفوا معناها متطرف عفوا غلط 13 being كونك كان ممكن يسبب feelings of loneliness and sadness يسبب شعور الوحدة والحزن كونك معزول isolated رقم being insulted معناها غلط located معناها هيقع غلط situated معناها موجود ودي برضو يا جماعة غلط 14 زائق سبلور زلما المكتشفين spend زا دي قضوا اليوم نقط الغابة and over mountain وعلى الجبال قضوا اليوم عملين يتمشوا في الغابة سيرا على الأخدام a tricking اللي هي رقم C 15 ماضح جدا that smoking in التدخين have very bad عنده on our health على صحتنا عنده تأثير على صحتنا يبقى impact معناها تأثير كونتاكت يتصر غلط قاز يسبب غلط هبند حسد حدس عفوا غلط أو يحدث غلط 16 water الميا نقط has become necessity بقت ضرورة as لأن we will سوف نحتاج each drop كل قطرة in the future في المستقبل يبقى حماية الميا أو سيانة الميا يبقى water conservation اللي هي رقم B donation تبرق غلط conversation معناها محادسة غلط destination وجه صفر غلط 17 my father my father ask me طلب مني note two mish a over the balcony as l i mindful انا ممكن اقع يبقى طلب بني ان انا ما اتك اش على البلكونة يبقى لين او ما ميلتش كده على البلكونة ممكن نقع تريك معناها يمشي يساير على اقدام غلط نيل غلط limit معناها يحدد غلط 18 we should ينبغى علينا protect نحمي ز نقط so that لان we can live نقدر نعيش in clean war عشان نعيش في عالم نظيف يبقى لازم نحمي ايه نحمي البيئة اللي بتاعتنا اللي احنا عايشين في environment ايكوتوريزم السيح اللي هي غلط location موقع غلط destination وجهة سفر غلط 19 village people اللي هما الناهل الكرة build بيبنو there's house البيوت بتاعتهم وزا local a بمواد خام محلية يبقى subjects مواد غلط environments بياد غلط animals حيوانات غلط 20 انضوع رغم من النقط food ان الاكل is tasty يعني بيكون لمزاق it can make you feel uncomfortable يخليك كده مش مرتاح يبقى على رغم من الناكل ايه spicy كده اللي هو متب يعني ممكن يخليك مش مرتاح spicy او حار يعني healthy صحي غلط preserving محفوظ غلط local محلي غلط 21 tourism السياحة اذا نقط when we protect لما احنا بنحمي touristic places معناها الاماكن السياحية يبقى السياحة بتكون السياحة المستدامة طبعا sustainable تكون مستدامة لما احنا بنحمي الاماكن السياحية كرودت مزدحم غلط unique فريد غلط noisy معناها ضوضاء غلط 22 Egypt is developing not to protect مصر بتنمي او بتطور ايه علشان تحمي the environmental beaker along betul the red sea coast ساحل البحر الاحمر يبقى بتنمي او بتطور السياحة الميئية اللي هي ecotourism فزيكس تلفزيا غلط destination معناها قادر غلط 23 father let me not my friend احمد بابا سيبني ايه صديقي احمد يبقى سيبني اقدم لك صديقي احمد يبقى introduce اقدم لك صديقي احمد produce معناها ينتق غلط conclude يحتوي على dislike يكره غلط 24 24 maryam placed her name maryam حطت اسمها on the list في القيمة بتاعت as لان she likes هي بتحب الworking العمل for churches للجمعيات الخيرية يبقى حطت اسمها في قيمة الناس المتطوعين يبقى volunteers اللي هي رقم دي 25 as soon as بمجرد ما she saw her father بمجرد ما شافت باباها in the airport في المطار هي نقط her suit cases هي نقط لي suit cases معناها الشنطة بتاعت الملابس and run we get towards him في اتجاه ويبقى رميت على tool drop it اللي هي الاولى طب اللي بعد هي 26 I نقط to look after انا نقط اعتني by my baby sister اختي اطفال اختي when my mother لما مامتي goes out لما تطلع بر يبقى انا والله تطوعت ان انا طبعا اعتني باطفال اختي لما ما بتتكون بر يبقى volunteer اللي هي الاولى harmy ازي غلط avoid يتجنب غلط لين يتكئ غلط اللي بعد 27 27 لقصر is an important to rest a لقصر بتكون a c سياح يبقى منطقة جذابة جدا للسياح يبقى attraction رقم b population تكد السكان غلط conservation حماية غلط بس معناها ممر غلط 28 i am traveling to aswan انا رايح ل aswan in three days في غضون 3 ايام it's my اي دي بتكون اي وجهة الصفر بتاعتي by my destination رقم c community مجتمع غلط material معناها موض خام غلط ecotourism سياح بقية 29 impression from the outside world نقط من العلم من برة يبقى بيكونوا معزولين من العلم من برة disconnected معزولين فوسي غلط internal معناها داخلي غلط spicy متبل غلط 30 try to be حاول انك تكون a of other people's feeling مشاعر الناس الاخرى حاول ان انت تراعي مشاعر الناس التانية concentrate معناها رقم c isolate معناها معزول غلط unique معناها فريد غلط giant معناها عملاق غلط 31 when the food لما الاكل بيكون نقط prepared متحضر a it's both بيكون الكلم من healthy صحي and tasty ومزاقه جميل properly prepared معناها متحضر بشكل مناسب الرقم b spicy معناها غلط 30 نقط means معناها related to environment اللي معناها متعلق ببيئة اللي هي المقطع eco اللي هو prefix eco eco rq c 33 صم نقط works بعض العمال in tourist industry في صناعة السياحة اللي هو صم locals بعض السكان المحليين بيعملوا عمال في صناعة السياحة رقم d locals include yashman غلط including بما في ذلك غلط local محلي the tourists lay on the beach السياح يعني نايمين كده على الشاطئ تو نقط عشان يعملوا ايه sun best ياخدوا حمام شمس بوا sun best introduce يقدم غلط او يطرح غلط بلو يهب غلط exist معناها موجود غلط 35 plotion التلوش نقط environment تلوش بيعمل لالبيئة بيئزي البيئة يبقى حرمس رقم بي volanteers يطوع غلط avoid يتجنب غلط لينز اللي هو يتكئ غلط 36 air pollution التلوش الهواء is there really بيكون حقا ايه بيكون حقا كرسة disease يعني كرسة coans المجلس غلط environment بيئة غلط eco hotel hotel صديق للبيئة غلط 37 the heart is one of the organs القلب يكون من العضاء ايه العضاء الداخلية internal معناها معزول غلط 38 one of the a واحدة من the hotels is an important man from canada بيكون راجل مهم من canada يبقى واحد من نزلاء ال hotel residents رقم c راجل مهم من canada solutions حلول غلط attractions عوامل جذب غلط victims ضحايا غلط 39 نقط enjoy بيستمتع themselves بأنفسهم ويزا damaging بدون تلف environment البيئة دول يا جماعة اللي هما الصياح اللي هما صديقين للبيئة او eco tourist اللي هي رقم دي volunteer متوع غلط conservationist معناها اللي هو محافظين على البيئة وحماية البيئة غلط دول لا انا بتكلم عن ناس اللي بيستمتعوا بالبيئة resident معناها نزيل غلط ده اللي كان موجود عندي صفحة 16 ويصلى الحبيب عليه الصلاة والسلام وتغط لايك لو انت لسه متغطش لايك ويفعل زر الجراش اللي وصل لكل جديد كل ده بيساعدنا المحتوى بتاعنا يبدأ تنسل وتبدأ الناس تعرفوا كمان يبدأ يطور بينه وينطقل مع بعض بعد كده منطقل لصفحة 21 صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام اول سؤال معي بيقول المدرس بيقولها او بيفسرها يبقى الطالب الجايد بيعمل بيدون الملحوظات يبقى make notes او take notes تقوله صح ورقم صح رقم 2 مش من افضل لك انك تمشي في منطقة معزولة كلمة isolate can be ممكن تكون replaced تتبدل buy يعني عايز المعنى او مراضف منها مراضف كلمة معزول نفس المعنى بتاع كلمة remote يعني بعيد ونفس المعنى بتاع كلمة distance اللي هو بعيد برضو نفس الفكرة طيب ندخل بعد كده رقم 3 بيقول the tourist industry الصناعة السياحة has had a big عندها on the local town على المدينة المحلية على تأثير كبير طبعا يبقى impact يعني تأثير او effect معناها تأثير برقم b ورقم i effect معناها يؤثر ده فعل انا محتاج هنا اس طيب اربعة this neutral reserve is famous المنطقة الطبيعية دي بتبقى او المحمية الطبيعية دي عفوا بتكون مشهورة for its unique animals لحيواناتها الفريدة unique اللي هو فريد is an ant نعم المضاد بتاعها كلمة ايه كلمة فريد اللي هو نادر يعني المضاد بتاعها كلمة common شائع او معروف وكلمة normal معناها عادي ده اللي موجودة عن صفحية 21 صلى الحقيقة لسرات والسلام ندخل على اللي بعد صحة رقم خمسة بيقول زي government الحكومة باز it's best تعمل افضل معندها to make tourism عشان تخلي السياحة sustainable مستدامة زي صنام المراضف بتاع كلمة sustainable مراضف كلمة مستدامة يعني دايما بنفس المعنى continuous اللي يرقم بي ونفس المعنى بتاع كلمة lasting برضو معناها مستدامة 6 the room الغرفة was empty غرفة فاضية and nomody ومفيش حد showed up ظهر او حد وبين يعني the and المضاد بتاع كلمة empty empty معناها فاضي عكس كلمة crowded مزدحم وين الثاني full برضو معناها مليان سبعة shopping online تسوق عن طريق الانترنت هذا lot of advantages عنده كتير جدا من المميزات the synnoms المراضف بتاع كلمة advanced اللي هو المميزات نفس المعنى بتاع كلمة a نفس كلمة merits ونفس المعنى بتاع kms نفس المعنى مميزات تمانية the jungle is full of dangerous giant animals يعني الغابة مليانة بحيوانات ضخمة وخطيرة جدا الانترنت المميزة المميزة بتاع كلمة giant giant يعني ضخم مميزة كلمة a tiny ضئيل حجم او صغير ومن برضو نفس النعنى اللي هو صغير برضو طي بعد كده ننتقل اختيار واحد 8 people 8 أشخاص نقط 2 children وطفلين were injured تم جرحوم in explosion yesterday في الانفجار امباري يبقى عايز اقول 8 اشخاص بما فيهم او بيتضمنوا او بما في ذلك في طفلين اتجرحوا ويبقى including رقم B containing غلط يا جماعة عنايا احتوي على غلط consistent وعنايا تكوّد من غلط concluded برضو غلط تانية we have two نقط electricity to avoid احنا نقط الكهرباء علشان نتجلب paying much money ان احنا ندفع فلوس كتير احنا لازم نحافظ عليها الكهرباء عشان احنا ما نصرفش فلوس كتير خبالك تو محتاجها الفعل بعدها وفعل يكون في المصدر يبقى conserve رقم A conservation دي معناها الصيانة وده اسم غلط conservationist معناها حماية البيئة غلط conservative دي غلط يا جماعة اخب بالك دي الصفة وده معناها تقليدي ثلاثة which of the following من تحت البريفيكس البوادي اللي تحت بدت حط ال danger to be عشان تبقى فعل ما ان danger معناها يعرض الخطر الاولى اربعة no one ولا واحد نقط put my father but لكن بابايا provides me بيقدمني او بيوفر لي with money بالفلوس لا احد ايه اخر غير بابايا اخذ بلا keep a no one else خمسة my father is a hotel manager بابايا بيكون مدير hotel هي نقط sure نقط that everything ان كل حاجة in the rooms في الغرف is tidy مترتبة and clean ونضيفة لازم يتأكد هي makes sure لازم يتأكد ستة زميزية من متحف open فاتح daily كل يوم باستثناء يوم الجمعة expect لها رقم b طيب سبعة plastic is used too بلاستيك بيستخدم تو نقط electric wires لها السلوك الكهربائية بيستخدم عشان يعز السلوك الكهربائية باتو بيجور المصدر ايه ب isolate لها رقم ايه تمانية the nearest people الناس اللي هما الكريمة are عادة او عفوا دايما ready to مستعدين تنقية voluntary work اعمال تطوعية يعملوا اعمال تطوعية voluntary work بتاخد ايه بتاخد دو مبتاخد ش ميك ده اللي كان موجود عندي في صفحة 22 صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام وتغط لايك لو انت لسه متغط لايك ويفعل زريجارة وصل لكل جديد ونكمل مع بعض بعد كده عندي من test بسيط كده صفحة 28 بيقول ايه بقى awayca go من اسبوع فات خد بالك ده هنا بتدل على الماضي i n.qn apple tree انا شجر الطفاح in my garden في الحضيقة بتاعتي بقى انا زرعت حاجة حصرت في الماضي وانتهت ماضي بسيط بقى plant and apple tree شجرة الطفاحة تم زرعها ماضي بسيط بس ايه مبني للمجهول يبقى واس وير والتصريف التالت جدع طبعا هنا في وير واس اختار وير لا مش هينفع وير لاندي مفرد هاختار واس ثلاثة زي نقط حيواناتهم يستر دي هم ما اطعموش حيواناتهم مبارئ يبقى هم ايوانات بقى ما تمش اطعمها او لم تطعم مبنيها للمجهول بس من في يبقى وز او وير انت برافو عريك والتصريف الايه التان دي جامعة تختار وير يبقى وير انت فد خمسة احمد ريد اه خبالك انهي بقى تصريف دي ده مضارع والله ماضي واتصريف تالت لا لان ريد ترى تصريفات واحد ريد ريد ترى تصريفات واحد خبالك دي ماضي عرفت منين بقى ان هي ماضي لان دي وكادة مضارع هتبقى ريد ضف لقس منما هنا دي ماضي احمد ريد قصة شيخة مؤخرا زى اذر دي طب سواني ماخدش اقول ما اقول ما اقول بيدل على ماضي البسيط التعادي خال لا لازما في مدة من ثري او ثري او ازا اجو وهكذا لازما يكون في مدة قبلها فبتاني مش هينفع دي ما بتجيش فيها مدة خاطص كل يوم غلط انا بتكلم على حاجة حصل في الماضي مش كل يوم نا ودلوقتي غلط مني تست التاني حسن نقط اد سكول يستر دي حسن نقط في مدرسة مبارح او ما كانش في مدرسة مبارح يبقى وازن طب ليه ما ينفعش استخدم دي انت ولمصدر ما لم فيها عاد لا ما قلنا في الانجليزي ما فيش حاجة اسمها دي انت وبي خالص بي ما بتتنفاش كده خالص الماضي البسيط بيتنفى واخت بالك في المدارع البسيط كان بيتنفى بأمن وإز طيب التانية عايز اقول هل كان في المدرسة مبارح ولا لأ يبقى واز حسن هل كان حسن في المدرسة ولا لأ في المدرسة مبارح لان هن مجيش وراها بي كده مصدر غلط ما هخترعه هاش في الانجليز دي غلط الشباب طيب اللي بعدها ابطاء رقم ثلاثة وير نقط يا اين حسن ايه مبارح طبعا وير يا جماعة هيجي بعدها طبعا واز او وير يبقى وير وير واز حسن يستردي ينفع وير وير لا حسن ده مفرد وير دي جامع ما تنفعش ونزر الفكرة يدد ما تنفعش مجيش بعدها بي كده ولا دز خلط ما تنفعش كده اربع نقط لانش نقط الغداء ات هم يستردي في البيت انا ما تنويلتش الغداء في بيت مبارح انا في برضو زي وزن وير انت كده لا غلط ما تنفعش هنا بقى تتنفع بدي دي انت والمصدر عادي خالص ولو كان مضارع دون وداز انت والمصدر عادي خالص انما ما تنفعش بهاف انت ولا الكلام دخول ولا غلط غلط ما تنفعش تتنفع بدي انت هاف هو بربط وير بس اللي ما يتنفعش بالنفي العادي اللي هو بتاع ديد والمصدر او دون وداز لو كان مضارع انا بتكلم هنا على الماضي البسيط بش هيتنفع بدي ديد والمصدر خالص هيتنفع بوزن وير خمسة نوعة لانش اه نوعة الغداء مبارح يبقى تناولت الغداء مبارح يبقى ديد يو هاف بعد كده عندي من تست التالت اف وي نوعة لو احنا نوعة بايزة سي البحر وي ود خد بالك دي ود وي ود جو سويمينج احنا كنا هنروح او كنا هنسبح ايه كل يوم لو احنا كنا عايشين جنب البحر كنا هنسبح كل يوم خد بالك دي في الحالة التانية ماضي بسيط وضو المصدر يبقى ثانية وين اي واز student مما انا كنت طالب اي نقط اب انا كنت بس حبادري ايه كل يوم خد بالك دي عادة في الماضي عادة في الماضي بستخدم حاجة اسم يوز 2 و المصدر حلو جدا ينفع جيت الاولة ده مضارع غلط طب ينفع يوز 2 فعلي مضاف الان جي لا غلط يوز 2 بيجوار المصدر ما ينفع طب ينفع رقم C واز يوز 2 احنا قولنا يوز 2 انا بيجي قبلها سواء واز او وير بيجيب ورها فعلي مضاف اي اي جي ففتال يبقى did he used 2 هل هو كان معتاد انه يوز ابل did he used 2 طب ينفع did he use محتاجة نقص خلص طب واز لما ينفع خلص لان ساعتها تبقى use 2 محتاجة فعلي مضاف الان جي وهي use در لا ده سؤال طبعا طيب ندخل بعد كده على التمارين العامة اي نقاط اه اي 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 انا عايز اقول خدت الامتحان بتاع الشهادة الاعدادية تلت اعداد يعني من اسبوعين من شهرين عفوا فاتوا حاجة حصلت في الماضي وانتهت يبقى تبقى ماضي بسيط طوك اين صلاح نقاط اي صلاح عايز اقول انضم اي وكسب اي اي اوورد الكسب اللي هي اه جايزة اه لاعب السنة دي حاجة حصلت برضو في الماضي وانتهت يبقى الاولى تلاتة اي نقاط عندي اصحاب كتير دي انا عايز اقول ان انا ما كانش عندي اصحاب كتير في المدرسة يبقى اي دا 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 حصل في الماضي اربعة اي نقاط خد بالك هنا انا عايز انفي بس مش عايز اقصر على اللي بعد مي اللي كان بينفي وما كانش بيأصر نيفر كانت بتنفي يا جماعة من غير ما تقصر طب ديد انت تنفع كما تنفع ش ليه ما تنفع علشان يا جماعة دا 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 ماضي لو عايز اتنفع تبقى تخلي هي هافزة اللي هل سما بتساعد ممتها اخد بالك دد بيجورها الفاعل في المصدر يبقى سبعة وات نقط كريم دو اللي كريم بيعمله وين هي لما هو جرح صباعه ويبقى يبنى بسأل سؤال في ماضي البسيط بسأل بدد وبعد كده كريم اللي هو الفاعل وكده الفاعل في المصدر تمانية وعي دد عاجة حصلت في الماضي وانتهت يبقى شط بلق شط تلاتة صرفات واحد شط 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 طبعا مش تنفع جماعنا الكلام حصل في الماضي غلط ويوال شط دم من المجول غلط وشت طبعا غلط جماعنا تسعة نقط يبقى انت لعبت كويس مبارح قبالك دد مش تنفع ده مش سؤال اخر علامة تعجب ولا دو ولا اللي هتنفع يو بليت طب عشرة ده سؤال بقى يبقى يو بليت دي بقى خلص وانا بتكلم اقول يا ستر دي فبالتالي دو مش هتنفع وهتبقى الاجابة ايما الاولى يا ايما رقم دي اللي يفرق معايا ايه اللي يفرق معايا جماعة المعنى يبقى هل انت لعبت كويس مبارح يبقى دد مش كيف انت لعبت غلط تنفع احداشر بقى بص كده النقط يا ستر دي مبارح قال لو كوي ول لحد ما كويس يبقى انت كيف لعبت مبارح بان اسأل بكيف يبقى هاو طيب اتناشر اي نقط اف ماي تابلت انا نقط التابلت بتاعي قفلت قفلو خبالك دي مبنية للمجول في زمن الماضي البسيط يبقى was turned رقم سي 14 اي نقط تاعبان so i went to bid لذلك انا ذهبت لي السري النمتي يعني يبقى اولله انا كنت تاعبان يبقى i was tired طب 15 اي نقط تاعبان so لذلك اي وركد انا اشتغلت for three more hours لثلاث ساعات زياد يبقى انا ما كنت اشتغلت ينفع didn't و الماضي قلنا didn't ما تنفع شغل يبقى was awer يبقى واض انت بقى 16 نقط the best students افضل الطلاب at your first school عايز اقول ان هما كانوا افضل الطلاب في اول يوم مدرسة يبقى they are الاولى where they ايه طبعا ما نفعش ده سغلت سؤال ودي سغلت سؤال ما تنفعش وR دي برضو سغلت سؤال كده تيجي في اول في تيجي في اول الجملة معناها دي سغلت سؤال ده فعلي مساعد 17 نقط her lunch نقط الغداء بتاعها يبقى عايز اقول ايه هي عايز اقول ان هي ما تنولتش الغداء بتاعها او ما تنولتش الغداء بتاعها حلو جدا تنفيها ازاي بقى تنفيها hadn't الغداء بتاعها خد بالك ده سؤال بالتالي شي والشي دي غلط ليه بقى؟ لان ده فاعل والفاعل ما يجيش في اول السؤال لازم من اداة استفهام او فاعل مساعد او نقط وبالتالي هاد دي مش هتنفع ليه هاد دي يا رئيس لو جات كده يبقى ده ماضي تام ومحتاجة هنا فاعل في التصريف التالي فبالتالي مش هتنفع يبقى رجابة عندي دد شيها هل هي اكرة الغداء بتاعها اللي تسعتاشر ليه ملايين من الناس جوتو امريكا راحوا امريكا ان ناينتينث سينشوري يعني في القرن التسعتاشر نفس الفكرة باتكلم عن حاجة حصرت في الماضي فبالتالي هادخد دد عشان نهينا الفاعل في المصد عشرين ليه مش هنقدر نروح البيت بالاوتوبيس آخر اوتوبيس نقط ثيرتي ساكند اجو آخر الوتوبيس ماشى من ثلاثين ثانية يبقى حصرت ماضي وانتهت يبقى ليفت واعد وعشرين هي نقط تسد وان هو يعود until حتى he had apologised حتى نوع تزر خبالك until قبلها ماضي بسيط منفي بعدها ماضي تاب عند الاجابة تبقى I don't دي غلط مش تنفع غلص لان مضارع ووز دي غلط هو لم يتم السمح لي خبالك دي مبنية للمجهول في زمن الماضي البسيط هتبقى وازن تقلقه ورقب 22 يقولي هو نقط تأمين عايز اقول تم فعل الشكاو بوساطه يبقى الاولى where the compliments made by من تم فعل الشكاو بوساطه دي تنفع ما تنفع ش جماعة انا عايز ابني سؤال عايز اعمل سؤال هنا وبني للمجهول بالتالي مش هتنفع طب رقم سي ما ينفع ش وير بيج وراء مصدر كده غلط ولا ينفع رقم دي ليه ما فين كلمة boy غلط ما تنفع 23 my grandfather always to work للشغل when he was young دايما كان بيتمشى للشغل لما كان هو صغير حاجة ابلها اجت او او become بيجور فعلي مضاف له a ing فابلها هنا got فبالتالي تبقى working 25 before joining the university قبل ما انا انضم او ادخل الجامعة اي نقط living كنت عايش لوحدي من عائلتي بقى انا كنت معتاد عن عادة كنت شعفوا معتاد عن ان انا اعيش لوحدي بعيد عن عائلتي خبالك هنا فعلي هنا ما نضاف له ing فبالتالي مش هينفع iusd to iusd to be go المصدر ولا iusd بس طب did didn ten 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 فبس الفعل الان مضاف ل n g فبالتالي ما تنفعش يبقى محتاج محتاج يكون ablu iusd to yusd to اي نقط اكار اي نقط العربية which cost me اللي بتكلفني only فقط 100000 باونس 100000 جنيه يبقى انا ايه انا تم عرض علي العربية اللي هي كلفتني يبقى i was offered انا تم عرض علي i was offered لخمسي 27 زادور الباب نقط and me وانتون الباب ايه وانا دخلت خد بالك هنا جملة حلوة على فكرة ممكن اقول الباب تفتح او تم فتحه يبقى ممكن تمشي ايه وتمشي بيه يبقى الاجابة ايه وبي صح 28 اي نقط زادور انا نقط الباب ودخلت ودخلت جوه يبقى انا بقى ايه فتحت الباب يبقى i opened انما الباب يا فتح ايه تم فتحه عادي 29 ads age of 5 في عمر الخامسة اي نقط تصويم انا نقط للسباع يبقى انا تعلمت ان انا ايه اعوم يبقى الاجابة اللي هتبقى الاولى حاجة حصلت في الماضي وانتهت 30 ازابوي كولد مستر محمد نقط for his good behavior مستر محمد ايه تم ماتحه واخد بالك او معداد ان هو يتم ماتحه على جيد حلو جدا يبقى هتبقى الاجابة عندي مبنية للمجهول في زمن الماضي البسيط واز طبعا وفعلا مضافرة اني مش هتنفع خلص ولا برضو فعلا هنا في الماضي البسيط غلط ماينفعش عافيش عندي مبنية مجهول اه في الماضي البسيط غير used to وverb to be والتصريف تارتي اعجابة الاولى صح واحد تلاتين used to be calm وماتحه ان هو يبقى هادي but now لكن دلوقتي هو ايه خد بالك ملحوظة مهمة اولا ان عندي used to تاخد بالك but now لانبتج جدا في الجملة بص على الفعل الاساسي لو الفعل الاساسي في verb to be بانفي هنا في verb to be بس خد بالك عشان هنا هنفي verb to be في المضارع انما لو اي حاجة غير verb to be بانفي يبدو يبدز تمام طيب هنا verb to be او لا اه هنا الفعل الاساسي verb to be اللي هو يبقى يبقى تنفي ايه verb to be بس في المضارع فبالتالي هي هتبقى he is it تمام واصلة 22 شي نقط زماني هي نقط الفلوس اللي شي needed اللي هي محتاجها يبقى هي ما تم مش اعطاها مبنية المجهول في الماضي البسيط يبقى wasn't given الاولى 33 i would rather خدنا مبل كده ود رازر يا جماعة ود رازر لما بيجي بعدها فاعل بيجي وراه على طول ايه الله يبارك لك ماضي بسيط i would rather نقط out alone انا برا الوحدي ليت متأخر at night بفضل ان انا ايه ما طلعش برا الوحدي يبقى didn't go out 34 people used to be helpful الناس معتادة ان يتبقى مساعدة لكن دلوقتي اه نفس الفكرة يا جماعة used to زي ما انا قلتلك كهوت اللي ما بيجو وراها في verb to be اللي بيتنفى في verb to be لكن اي حاجة خلايا في verb to be بيتنفى بايه don't او doesn't يبقى زي aren't 35 he doesn't smoke any longer معتش بيدخد تاني this means ده معناه ان ذات هي ان هو ايه بقى smoke ان هو نقط التدخين يبقى هو ايه اعتاد ان هو يدخن قبل كده يبقى used to يعني هو كان معتاد زمان ان هو يدخن دلوقتي معتش بيدخن ده معناه ان هو ايه كان بيدخن زمان اللي هو used to 36 which of zafulling ايه من تحت دول اه structured يعني معناها التكوين صح كgrammar يعني لو بس هتلاقي يا جماعة اللي جابة عندي هي رقم دي هلا صح i become used to بيجوارها فعلا مضفل ng used to بيجوارها المصدر لو كانت قبلها اه بيجوارها فعلا مضفل ng الو لا تنفع الو ما تنفعش used to بيجوارها المصدر رقم b تنفع ما تنفعش برضو خد بالك هتبقى فرط بقى studying كده طب رقم 6 تنفع برضو نفس الفكرة بتاعت اللقم b ما تنفعش برضو 37 i don't have enough time ما عنديش وقت كافي for hobbies دي الهويات i wish انا بتمنى اي خد بالك worship يا جماعة قلنا لما بيجي بعدها فاعل بيجوارها يا مادي بسيط يا مادي تام امتا أختار مادي بسيط لو الجملة دلت على مدارع امتا اختار مادي تام لو الجملة دلت على ماضي تاني i wish i would rather wet it's time لو جا bars فاعل بيجوارها يا مادي بسيط يا مادي تام اكتب عندك يا صديقي مادي بسيط امتا لو الجملة دلت على مدارك. ماضي تام لو الجملة دلت على ايه? على ماضي. الجملة دلت يا جماعة على مدارك. بقول لك don't. يبقى اختار ايه? ماضي بسيط ولا ماضي تام. ماضي بسيط يبقى ها. الله يبارك. تمانية وتلاتين. I don't have enough time. اه نفس الجملة خد بالك. I don't have enough time for hobbies when I was children. لما انا كنت طفل. I wish. هنا بقى اختار ماضي تام. ليه الجملة هنا دلت على ماضي? بقول didn't. يبقى ماضي تام. يبقى هاد هاد. اهمت اللقطة? I wish. I would rather. It's time. لو جات وراها جملة. لو جات وراها فاعل. وجاء وراها جملة اختارها. يا ماضي بسيط يا ماضي تام. امت اختار ماضي بسيط لو الجملة عندي بتدل على مدارك. لو اختار ماضي تام لو الجملة دلت على ماضي. تسعة وتلاتين. She wishes ان she were tall. هي بتتمنى والله لو كانت هي طويلة. ده معنا ان هي ايه? ان هي مش طويلة ان هي قصيارة ان هي isn't it? رقم C. 40 I would rather. I would rather. You didn't use my phone. انا بتمنى وبفضل يعني والله حضرتك ما تستخدمش الموبايل بتاعي. ده معناه نقط ايه بقى? ده معناه ان انا مش عايزك تستخدم موبايل بتاعي. بس مش عايزك فين بقى? في المدارك. يبقى I don't want you to use my phone. اللي هو الاجابة الرقم B. اللي هو تنفع انا اا عوزتك في الماضي لقى غلط. ده معناها مش عايزك. انا عوزتك في المدارك غلط. بقى كده كده انا بهان فيها. طيق. رقم B بقى ولا رقم D. قلت لك هتبقى رقم D. طب بي ما تنفعش لي لان هنا بتدل على ايه? على ماضي. انت كانت تنفع لو الكلام هنا ماضي تام كنت اختارها. انما طالما ماضي بسيط اختار الايه? المدارك. اوه بص زي سلم كده. الجملة دلت على مضارع بختار ماضي بسيط. الجملة دلت على ماضي بسيط بختار ماضي ايه? ماضي تام. تفهم من الفكرة? بس دلي كان عندي في الدرس الاول والتاني. صلى على الحبيب عليه السلام وتغطي لايك. لو انت لسه مضغطش لايك. ويفعل زر الجارة عشان يوصل لك كل جديد. كل ده بيستعدنا المحتوى بتاعنا. يبدأ يتنشر وتبدأ الناس تعرفوا لو عندك اي سؤال اي استفسار. سيوا تحت في تعليقات وان شاء الله هرد عليك نفسي يا وحش الوحوش. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي وتنشات صلى عالحبيب وشارك الفيديو مع اصحابك علشان نقدر نزود منه اكتر واكتر يا ابطال ونقدر كمان نزود في المحتوى. اشوفكم في الفيديو جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.